اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الهيومن ديزيز حطوا نظريات وحطوا هالسنة فيه عندي نظريات جديدة وآخر ايش يعني ومش آخر شي هاي هو الجيرم ثيري اللي احنا نشغالين عليها بالمايكرو بيولوجي اوكي الجيرم ثيري اوكي مثلا ناخد مثال اللي حطنا يا الدكتور بحكي طلع على هاي جمجم مثل الإنسان اللي عايش فيه أريحة كاين فبحكي لكم انه طلع على فجوات هون فيه زي حفر بحكوله فجوات براسه شو يعني يعني مسكين اللي دريل وبراسه يعني زي عملية زمان شو السبب بحكي لكم سبب هاي العملية تهدف الى طرد الشياطين من سبب الامراض العقلية يعني ان كان مريض مثلا داخل بمرض عقلي هنا نحكي شو ما كان فبحكي لكم انه طردوا انه علاجه زيها فهدي اوكي انه كانوا يعتقدوا انه لو واحد انصاب بمرض خاصة مثلا له علاقة هدو الامراض لما نحكي عن زمان فعلا احنا نحكي عن جن وسحر وكلاتهم هيك بعتقدوا هذا سبب المرض فبحكي لكم راحوا علاجوا عن طريق هاي انه فتحوله ثلاث ثقوب والجن شو ما يتم هم موجودين عساسا انهم يطلعوا الجن منه اوكي هذا الزمان شو اللي صار الجديد شو انه شو كتشفوا كتشفوا جديد له علاقة بالجن والسحر يعني هو بحكي لكم انه كيف نطلعهم عن طريقه من الاصبع الكبير طبعا رجلنا كي رجلنا وكمان مش اي رجل رجل اليمين ها بس هاي رسنتيري تبعا تنهي من ديزيز مجرد تعريب شو ما نحكي عنها على الجن المثيري هي اللي بتهمني بموضوع من المايكروبيولوجي اوكي نطلع على الجن المثيري شو بحكي لكم بحكي لكم البروبوزي دفاي روبرت كوخ ان مش عال شو اسمه هون بستيور رح تاخدوا اسمه هدو رح تاخدوا عنهم لتحت باخر المحاضرة بس ان هدول يعني المهمين لما نجي نحكي كعالم هدول هما العالمين تبعون المايكروبيولوجي اوكي فبحكي لكم كل هومن ديزيز او جيرم خلينا نشوف لانه هدو مش كتير ببينها اصابة بحكي لكم انه كل انا صار في عندي مرض هذا المرض الديزيز سبب وشو سبب واشي مايكروب اهلا هادي بنحكي لنا مايكروب حتى المايكروب او جيرم شو يعني جيرم تلمت جيرم عرضها جراثيم هلا المايكروب يعني اشي في عندي مايكرو صغير مايكرو اورغانيزم يعني كائن صغير فهو هذا الكائن الصغير اللي عملي اللي شو الديزيز هذا شي يعني كلمة مين هذا يعني شي يعني كلمة المايكرو اورغانيزم وطبعا المايكرو اورغانيزم الصغير هذا هو نفسه كلمة الجرم حتى لما نجي نحكي تطلعوا يلي كمان رح تعرفوا يعني انه بتشوفوا السوريين مش بدرسوا الطب باللغة العربية فبيكونوا شو حاكي لكم عن موضوع انه كلمة جرم او لما نجي نحكي عن موضوع الانفكشواز ديزيز وكيف بيردو زي هيك بحكي لكم انه علاقة بالخمج فراح تاخدوا كل هذا الموضوع بس انه مجرد بحكي لكم انه هذا حكينا انه كله بعملولي هذا الديزيز بزبط هذا الديزيز فبثلا لو يجينا رح ناخد كتير مايكورغنيزم سواء كان هذا المايكروب او الجرم سواء كان بايروس كان بكتيريا شو ما كان كل واحد من هدول الو اسم ورح يعمل لي ديزيز باسمه عارفين زي هذا خاص فيه طبعا مش شرط انه كل مرض في ها الدنيا كل ديزيز يكون الو سبب فكثير في امراض شو بدأ تكون هي اديو باثك يعني احنا ما بنعرف شو سببها يعني صار هاد المرض عشانه اه ها هي موضوع انه شو يعني في هده هذا خلينا نكمل هون شو ما اسباب المرض حكينا عن الجيم تيري اول شي الكونجينتل شو يعني كونجينتل يعني خلقي هيك ربنا خلقه من اول ما ولد من هو من اول ولاد كونجينتل هيك معنى كونجينتل اه مثلا كثير فيه شغلات امراض عندنا كونجينتل اه خلقية اه داون سندروم اي اشي كونجينتل اول ما يولد فيها الولد يكون هو ما ولد فيها اوكي فهي هي اللاء كمان شوفي عندي نحكي عنها الكنسر السرطانات اللي بتتصير السرطانات مثل شو شو سببها نحكي عنها اه طبعا صار في عندي جينتك الميوتاشن جينتك الميوتاشن يعني بالجينات صار يلعب بالديان اي صار يلعب بالجينات تبعوني وصار فيها ميوتاشن هذا أحد أسبابها طبعاً كثير في مثلاً DNA synthesis وكل العلاقة كمان سببها ممكن تكون من الأمور حوالي المنطقة كلياتها فيها أشعة خاصة كما دولة اللي تعرضوا بالمستشفيات لكثير أشعة وكل أنواع الأشعة هذا ممكن يعمل ما غضر نظر شو السبب بس احنا هون نفهم نقاط وعيسيه زي ما حقيت لكم بس هون عشان هيك تفهمه تاخدوا صورة عامة بس طبعاً الكانسر شو موضوع الكانسر بيكون عادي عندي خلية بالجسم طبيعية بتأدي وظيفة طبيعية أوكي يعني ما عليها مشكلة ولا حدا عامل عليها حكي عنها إشيه هاي الخلية الطبيعية السيلز هاي الطبيعية رح يصر لها شو حكينا صر لها مثلاً عشي تغيرها تتكسر فيها وتبلش هاي بتأدي يعني تعملي وظيفة يعني كل خلية بجسمي رح تاخدوا بالمثولوجي خلص بتوصل لمرحلة إنها تموت معشية مرحلة إنها خلصية تموت لكن هاي بعض ما صارت نسميها الخلية يلي هي أمورتل ما بتموت بالمرة أمورتل سيل وبظلها تكبر وتحط للخلية كلياتها فهاي صارت هو منسميها كانسر السيل يلي هي صارت نحكي لها عملة للكانسر عشان هيك إنه ما نحكي إنه واحد صار عنده كانسر فهذا صعب إنه يعني يروح إلا عن طريق الكيماوي والأشعة وهجر الماضي إنفاركشن 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 موضوع كبير إنفكشن أي إنفكشن بأي عدوى أي واحد أخذها إنفكشن التهاب بلواز التهاب شو ما كان ماشي إنفكشن إنفكشن UTI مثلا إنفكشن بالمسالك البولية إنفكشن شو ما كان يعني وينما كان مكانه وطبعا فيله مسبب مثلا إنفكشن بالإيتي آي غير عن الإنفكشن اللي عم صارب عندي بلواز غير بكل مكان أوكي كمان أوتو إميونيتي أوتو إميونيتي يعني أنا المفروض إن الإميون سيستم تبعي كلياته كجسمي أنا في إميونس المسؤولين وجس جهاز خاص عن إنه يدافع عني لو دخل باتوجين لو دخل أي عامل ممرض الباتوجين يلي هو عامل ممرض زيها زي المايكرو أورغنزم زيها زي المايكروب ها هي كلمة باتوجين على لو دخل المفروض إنه جهاز الإميون سيستم أوكي بروح يدافع عني وشو بغض النظر شو ما دافع يعني بس إنه هو يدافع صح ولا لا على أوتو إميونيتي وشي يعني هذا أوتو إميونيتي يعني إنه هيك الجسم ماشي الجسم شو نحكي له بالعاد نحكي له إنه إنجن شو يعني إنجن جسمي بشكل طبيعي زي ما حكيت لكم لازم يدافع عني ولكن جسمي إنه يصيري هاجم الإشي اللي موجود بجسمي طبيعي هذا هذا طبيعي يعني أنا إشي موجود بجسمي طبيعي يبلش جسمي يكون ضده أجسام مضادة يعني سير لا ما بسير إحنا الجسمي متى بيكون أجسام مضادة يلي هم الأنتيبودي لو دخل إشي غريب علي أوكي لو دخل إشي غريب أما إشي بجسمي طبيعي يكون موجود جسمي ينجن وروح يكون إشي ضده مش طبيعي هذا هذا هو عبر عن أوتوميون ديزيز رح تاخده كثير عن أوتوميون ديزيز مثلا نحكي عن السلي هاي نسميها الذئب ال بيرجي شكلها زي شكل الذئب الحمراء SLE systemic lupus erythematosus فيه كثير يعني شو ما سمت لكم فبس هاي موضوع شو يعني إنه أوتوميون عشان تفهموا الآن psychological شي يعني psychological يعني إشي العلاقة نفسي صح ولا لا فإحنا أمراضنا تقسم إلى organic ماشي يعني مرض هذا بنحكي له عضوي أو مرض نفسي أوكي psychological فهذا المرض النفسي بيروح بيجي مثلا بيجي على الطوارئ المريض بيحكي لك إنه أنا تعبان هو تعبان عمل له كل الفحوزات أو بيحكي لك مثلا أنا بحس إنه زي جيتني جلطة زي هيك فهو بيوصف لك عادي إنه يعني بيوصف لك كل المرض أوكي تعمله كل الفحوزات وكل الدنيا كلها وما بيطلع عنده إشي فهذا مرض psychological أوكي مش مرض organic عضوي مش بيعضو معين مش بالقلب مش بالheart ولا مثلا بالاستماك ولا بأي إشي أوكي مش عضوي مش بأعضاء الجسمي له هو نفسي فهيك دائما رح يمور عليكم هيك ناس أوكي degenerative disease يعني صار في عندي هيك معنات degenerative disease مثلا نحكي عن مرض الزهايمر شو هو الزهايمر يلي هو نحكي له دائما نحن نعرفه مرض إنه الواحد يكون مخرف أوكي إنه يخرف فهذا هو سببها يلهو أسباب كثير وغير كمان مرض الزهايمر في عندي أمراض كثيرة مثلا باركنسون شو ما كان المرض تبعه ولكن مثلا لما نحكيه عن الزهايمر إله أسباب كثير بحكي لكم واحد من هذا السبب إنه بروح بتكون عندي مادة بدي ماغ بتروح تتراكم بوين على بتأثر لي على الميموري أوكي على ذاكرته هلأ بمرض مريض الزهايمر اللي تجد تتعاملوا معه فبتلاحظوا إنه في عندنا أنواع للميموري أوكي ما بدي أدخل معكم بزيادة بس إنه هيك خد زي ما حكي لكم أفكار أوكي فهذا كل ياته مش سؤال امتحان بس إنه هيك عشان تفهموا هي فورية هاي وفي عندي اللي نحكي لها هاي أول شي مثلا فورا immediate memory بعدين في عندي long term memory اللي هو هاي وفي عندي short فمثلا أنا مريض الزهايمر مين أي ميموري بتخذب معه يعني كيف يعني يعني أنا لو أعطيته بتذكر الإشياء اللي هسه موجودة فورا يعني إشياء صارت معه بهاي اللحظة ولا الإشياء مثلا اللي صارت معه قبل يوم قبل اسبوع قبل شهر ولا الإشياء لما كان صغير صغير يعني بنساهم مين اللي بنسا من هدون أوكي فهاي long term memory أوكي رح تتشوفوا عنه يعني هو مريض الزهايمر هاد رح يفقد short term memory هو بتذكر مثلا عيد ميلاده بتذكر بتذكر بيته زمان زمان لما كان عايش مع أهله بس سهو ماشي بس المشكلة هوين بال short مثلا ما بتذكر إنه بنته قبل اسبوع قبل شهر تجوزها هيك يعني عارفين كيف هذا موضوع الشرط نوري أوكي دخلنا على المايكروبيولوجي إحنا كطلاب طب شو من تسفيد منها عشان إحنا ماشيين كبنا نمشي كمايكروبيولوجي بدنا نعرف شو هو الباثجن شو السبب إيش يعني شو هو الباثجن هاد اللي داخل هنا بدنا نفرق بيناتهم لأنه كل الباثجن شو رح يعمل رح يعمل ديزيز معين سي ما حكينا لنعرف الكلينيكال بكتشر تبع فمثلا زي ما أهم بحكي لكم شو ما كان الانفكشن تبع تحكي لكم UTI بيجي عنده التهاب المسالك البولين تبع تختلف عن واحد إيجاني بالتهاب لوز ماشي تنزيلايتس شو ما كانت طبعا بيختلف هذا غير عن هذا صحيح الاثنين مثلا بيكون في عندهم عراض الانفكشن من فيفر وكل إشي تختلف عن هاد فها هي الكلينيكال بكتشر يعني الصورة الأعراض السين والسيمتون اللي بيجيني فيها المريض هذا يعني الكلينيكال بكتشر بعدين في عنده الانفكشن شو يعني الفحوصات اللي تعملها للمريض هاي فحوصاتي شو بتتضمن بعمل له لابراتري تيست يعني بعمل له فحص ضم CBC بعمل له لفر فنكشن تيست بعمل له شو ما كانت تيست بدي أروح عمل له صور ماشي يعني كلمة انفكشن تعمل له صور مراي شو ما كان نوع الصورة الترساند اوكي اوكي مش انا هدفي انه اعرف شو الباثوجين هدفي عرفت شو هو الباثوجين شو هو المرض كيف ايجي المرض عندي وشو اخصته للمريض وعملت عن طريق الانفكشن وعرفت انه تأكدت مية بالمية انه هذا هو السبب خلص معناته انا بدي اعالجه وبدي اعمل كمان يا اما للمريض نفسه يا اما لحوالين المريض للمجتمع اللي عايش في المريض لأهل المريض فاوكي هذا هو كيف ماشي انه شو هدفي من موضوع المايكروبيولجي اه وخاصة كمان احيانا باللي شغالين عليه موضوع المطاعيم زي ما صار معنا ايام الكورونا صور لنا هذا هو اوكي دخلنا بيشو تعريف المايكروبيولجي مايكرو معناته ايش كتير صغير اكيد تعرفوا انه ماكرو ايش كبير فمايكرو صغير هو سمول صغير لأي درجة طيب صغير لدرجة انه سمول تي بي سين وذي نيكيد آي يعني احنا تو سمول لدرجة انه احنا بالمايكرو ارغنيزم احيانا ما بنشوفهم بعيوننا بالعين المجردة بحتاج لمن بحتاج لمجهر فهذا هو رح نشوف احنا كيف في عندي بحتاج لهم مايكروسكوب والمايكروسكوب في منهم انواع في اللايت مايكروسكوب يعني هذا بيكون اول شي لايت وفي الثاني اللي هو ايوه خليني هاي هذا هو افرجيكم صورهم هاي طلعوا انا هون ببلش من اصغر اشي اللي انا مستحيل اشوفه على المايكروسكوب الالكتروني الالكترون مايكروسكوب طيب ممكن يكون اكبر شوي فعادي باشوفه باللايت مايكروسكوب اوكي فا واذا ما قدرت اشوف يعني اذا كل مطلعت الفوق يعني بيكون موضوع الرؤية احسن فاول شي اصغر اي شي باشوفه بالالكترون مايكروسكوب شفته مطلع اللايت مايكروسكوب وبعدها ممكن اشوفه بعيني هذا هو المت تبع الفيزيبلت يعني كيف ممكن اشوف لوين اللمت نهاية هذا الموضوع اوكي هاي هي اوكي المايكرو بايو بايو معناتها بايو بايو اسمه علم الاحياء الدقيقة اوكي احياء بايو دقيقة مايكرو صغيرة علم يعني هو سينس تادي اوف او نحكي لها سينس هاي علم الاحياء الدقيقة طبعا دول المايكرو ومايكرو ومايكرو زي محكي لكم انه احنا منحتاج لمايكرو صغيرة عشان نشوف وعرفنا انه كلمة جرم زي هاي مين زي هاي المايكرو اورغانيزم معناتها طبس احنا بطلنا نستخدم جرم يعني معناتها جراثيم فاحنا ما من استخدم مين اللي بيستخدم احنا ك كأطبة ما منحكي جرم اما المجتمع اللي حولينا بيحكي جرم بحكي جراثيم بس احنا بنحكي مايكرو اورغانيزم اوكي لان احنا اطبة فعلى هدو الاساس انه الجرم بحكي لك انه ريفير او ربيد لك سل فعم بالغالب انه بحكي لكم كل مايكرو اورغانيزم اوكي فهو اوكي امبورتنس تبع المايكرو بيولوجيا كيف ممكن استفيد بعلم المايكرو اورغانيزم الاشياء الصغيرة اللي انا ما بشوف الا تحت المايكرو بشو بتفيدني بتفيدني انه من ناحية الانفيرومنت بتفيدني ممكن انه صرفي عندي من ناحية الاجريكالتشرة من ناحية الزراعة بعدين الامراض انت تعرف الامراض تبعوني المايكرو المايكرو اورغانيزم بتسببهم مش بس بتصير على الانسان ممكن تصير على الحيوان الانيمالز ممكن تصير على مين كمان تصير على النباتات فهذا هو موضوح الفود كيف ممكن استخدمها بحكي لكم كيف بصير في عندي لابنة ولابن ورايب وشو مكان كيف قول جبنة كيف هدو كلها تنصر بشان طريق التخمير نحكي لها فهي عملية كيف صار في عندي الأكل ممكن نستخدمها بالاندسترال والبيوت بالصناعات كيف بالصناعات مثلا لو نحكي نحكي بالبيوت بحكي لكم زمان أنا في عندي مريض سكري ماشي دايابيتس مريض السكري اللي عنده دايابيتس شو مشكلة مريض السكري في عنده نقص الأنسلين كيف ممكن أعوض هذا الأنسلين كيف ممكن أعانج مريض السكري نعطيه أنسلين طيب هذا الأنسلين كيف من وين جبناه حتى أعطيناه بحكي لكم زمان كنا ناخد من جيب من عند من عند الخنزير فأنا كل الخنزير بروح بعمل بطلع من عند الأنسل اللي تبعت وبعطيه لمريض السكري طب يعني كم صار في عندي أكيد رح بشو ما كان كل الخنزير بالعالم وكل الناس اللي عندها سكرية احنا جتمعنا الأردن وكلياته شو أحكي يعني فوق النص كلياته مريض سكري فأخو لا فمستحيل يلحقوا على كل هذول الناس وعلى كل هالعالم كمان عن طريق الخنزير أو شو ما كان الحيوان حتى كمان ماشي فبحكي لكم صار جابوا بكتيريا وزرعوا فيها الجينات يلي ماشي بدأت تصنيعلي الأنسلين وصارت كل بكتيريا تطلع الأنسلين تخيلوا الموضوع كيف صار سهل وكيف صار بمتناول ليدين موضوع علاج السكري بالأنسلين كيف الناس صار تستهنوا عن طريق بكتيريا هي اللي بتصنع ولا حالة ولا حتى دارة عنها نمكن نستخدم بالرسارج طبعا احنا كلياتهم بيكونوا يعني عن طريق التجارب اوكي لنحكي موضوع مايكروبيولوجي بانت المدسين كيف نستفيد احنا منه بالطب بحكيكم في حوالي طلعوا 2000 مايكروب او مايكرو بعملوا ديزيز حوالي عشرة بليون انفكشن بصير حوالين العالم كل سنة و13 مليون واحد بموت من ورا هذا الانفكشن اللي صار فهذا الارقام بس مجرد عشان تعرف انه الموضوع كبير اوكي موضوع مايكروبيولوجي ما بنحصر انه لو حكيت في عندي ستة بكتيريا هدول اكتر ايش مهمين وبيعملولي امراض لا الموضوع اكبر من هيك بس اوكي اللي كلاس بكيشن لما اجي اعرف ان هدول المايكروارجينزم كيف جايين شو تباعهم من شو مكوانين بحكيكم نجي نروح نطلع على السل تبعونها بحكيك في اشي اسمه يوني سيليار او ملتي سيليار هي نفسه شو لما نجي نحكي كمان اليوكاريتك او بروكاريتك شو يعني بروكاريتك اللي نحرب عنها بداية النواة واليوكاريتك اللي هو حقيقية النواة يعني شو يعني اليوكاريتك تبعيتها هي اللي بتختصار مثلا البروكاريتك نيوكيس ما فيهاش نيوكيس اوكي برو وبروكاريتك فبداية النواة ما فيهاش نيوكيس اليوكاريتك فيها نيوكيس فتحكولي بروكاريتك مثلا بالمنطق اللي بداية النواة تجي بالعادة مع مين اللي ما فيها نيوكيس تجي مع اليوني سيليار الاخرية واحدة مبين من اسمها لأن صغيرة بليوكاريتك تجي بالعادة مع مين بالعادة ما حكيت دايما ونقسمهم كمان غير هاي التقسيمة كمايكروبيولوجي على أساس أنه بيعملي باثلجين أساساً ما بيعملي نان باثلجين حكينا الباثلجيني واللي هو العامل الممرض يلي بيعملي شو؟ بيعمل أمرض فهذا الباثلجينيك نحكي له باثلجينيك أنا في عندي كتير مليان مش كل البكتيريا بيعمل أمراض صح ولا لأ مثلا أنا في عندي مليان بكتيريا على إيدي كلها كل البكتيريا ولا في حدا ما فيه على إيدي بكتيريا مستحيل نوصل لعملية الكاملة التعقيم الكاملة لدرجة أنه ما يكون فيه على إيدي بكتيريا ففيها البكتيريا شو؟ بتأثر؟ ما بتأثر نان باثلجينيك مش ممرض ما بتعملي أمراض إلا لو صار شغلة ومثلا أنا قلت مناعتي صار في عندي جرح دخلت البكتيريا لجوة دخلت لدمي هذا موضوع مختلف ولكن أنا بالحالة الطبيعية وإنت بالحالة الطبيعية هاينا نورمال عادي طبعا هذا نان باثلجينك مثلا موجود عندي مليام بالاستمك كمان باكتيريا ولازم تكون موجودة وعلى البكتيريا نافعة البكتيريا اللي بدي تحلل بكتيريا اللي تأكل بس في بكتيريا باثلجين في بكتيريا معروف عنها سمعتها عاطلة يعني عشان أنا لدي تعمل الباثلجين هذون الكلسافيكيشن شو؟ ممكن يكون باكتيري ممكن شو بنسمعين من البكتيريا بنحكي لها بكتيريولوجي طبعا رح تاخدوا بديش حكي بيت محاضرة رح تاخدوا حتى تشوفوا عن البكتيريا بروتوزوان اللي هو البروتوزولوجي رح تاخدوا عنه الجيا يلي هو بنحكي لها الفايكولوجي اللي علاقة بالفطريات البوراسايت الفنجاي اللي هو نفسها الجيا التحالف هاي الفنجاي اللي هو الفطريات بنحكي لها مايكولوجي طبعا نزل كلها تسميات وراح تاخدوا مواضيع كاملة وبالتفصيل هاي اسم هاي وهاي اسم عائلها اسم هاي مثلا هاي سترب كل واحدة ايها اسم فما تخافوا من الموضوع وتشوفوا الموضوع ثير صعب سمحكي لكم اقرؤوهم هيك ومشوا لانه المادة رح تيجي بتفصيل بزيادة لسه وهي مادة بشكل اساسي اساسية جدا لكل سنوات الطب وحادة لبعض الطب كمان فتعتمد عليها كل مادة رح تاخدوها رح تعتمد علي السيستيماات اللي رح تاخدوها بكل سيسم رح يكون في عندي مادة هي مادة جدا مهمة وهذه هي الاساس خللوا بيستغل مادة الجنرال ويدرسها منيح ويتمكن بيخلص من باقي السيستيماات كلها يعطوها اوكي ان يكون عنده اساس قوي مجرد بالسيستيماات شو رح يصير في عندي او بالسنوات الجاية رح يصير زيادة مرض مرضين على كل بكتيريا اوكي بلكن الاساس انه هي شو صفاتها شو خصائصها الكاركتوريستيك تابعونها كل اشي ثابتين ما بتغيروا ما هو هي بس انهم مثلا هون رح تلاحظوا مش كثير الدكتور رح يتعمق لكم بالامراض تابعونهم زي ما هو بتعمق بالخصائص تابعونهم فانا هدفي اعرف خصائص لكل اشي معين هون والامراض تابعونهم بيجي بزيادة بيتفضل زيادة ايام السيستيماات والسنوات الجاية ان شاء الله اوكي حكينا الفيروس يلي هو شو يلي هو الفيرول طبعا زي ما حكينا مشكلاتهم بيعملوا لي مشكلاتهم هارفول ولا بيعملوا لي امراض هذا هو السكيل تابع المايكرون كيف يجيه اصغر اشي عن جد اصغر اشي قبل كمان البكتيريا اللي هو الفيروس الفيروس ما بشوفوا إلا بالليكترومايكروسكاب لو تجي تطلع عليك كيف بالنانوميتر طلعوا بعدين كل ما طلعنا بتخيف في الموضوع بسرثين دي بالمايكروميتر نانو عارفين عشرة أسناقص ساعة الماكيو عشرة أسناقص ساعة ستة أنا بعرف مش عارف أوكي شو ما كانت آه هاي عشرة أسناقص ستة هيك أوكي حكينا برو كاريوتك ما تكون شو يونس يذر ما دول مثلا هنعطيكم مثال مايكو بلازما إي كولاي إي شريشي كولاي دول بكتيريا اسمع بكتيريا فس مجرد اعرفتم انهم اسمع بكتيريا لأنه راح تاخدوا وتشبعوا منهم دول بالمحاضرات الجاية أوكي فمس شو يوكاريتكسل اللي هما اليست والخميرة وذول تبعونها اليوكاريتكسل ممكن نشوفهم بالعين في عندي الأدلت راوند وورم الهنف هادي بنحكي لها الدودة فبتعرفوا انه هاي الدودة ما بعرف إذا عمركم مشوفتوها دائما بتكون موجودة عندي بالمسلسلات هادي نعملوا مسلسل طب وابصر شو فبحكي لكم انه هاي الدودة هيك طلعوها من بطن المريض وبتشوفوها طويلة ممكن يوصل طولها لعشرة متر ها هي اللي بتجيز هيك الهنف الدودة تبعتهم فبحكي لكم على الرغم من هذا الاشي انها شايفينها كبيرة واحنا شايفينها بس لش زميتها مايكرون لش اعتبرتها من ضمن المايكروورجنزم لانه هاي الدودة ما طلعت هيك يعني انا انسان هسا كبيرة صح ولا لا عمري 22 سنة داخلها 23 طيب انا ما صرت بهذا العمور الا لما كنت بابي عمري كمان صفر يوم صح ولا لا كنت ولا اشي حتى فكل انسان اله بداية و اله نهاية فهاي نهاية هاي اللي انا شايفها بعيني اوكي مين بدايتها بدايتها كانت بويضة هاي البويضة اللي هو فعشانيك اعتبرتها انه هي مايكروورجنزم مايكروورجنزم فانا ما كنت اقدر اشوفها كيف دخلات ايه لها روت ايه لها طرق معينة انها دخلت هاي البويضة مثلا بيحكي لكم عن طريق الاكل زي داما بيحكي لكم مثلا في عندنا بكتيريا اسمها بغض النظر مثلا باسيلا السيريس هاي اخدوه بكتيريا انا لو سخنت فيها الرز ماشي الرز الاكل اللي احنا ناكله هاد طبخت الطبخة اليوم ثاني يوم يجيد بدي اسخنه احكي لكم هاي البكتيريا تطلع هون ببلش الفويضات تابعونها بفيسو وتطلع هون فممكن يصير في عنده يعني بتسمى من وراء هذا الاكل عن طريق باسيلا السيريس اوكي فهيك عن الموضوع كيف ماشي انبلغ اش بموضوع البكتيريا طلعوا كيف يجي شكل البكتيريا طبعا بكل البكتيريا رح تمروا معها رح يكون في لها شكل خاص فيها اوكي بس بالغالب نجي نحكا لها ينه بكون هيك شكلها وإلها فلاجلة عشان سيرموتايل وتتحرك هاي البكتيريا فالبكتيريا هي مايكروسكوبك او حقا انا مايكروسكوب طبعا ميز مستحيل اشوفها يعني إلا بالمايكروسكوب سينجل سيل اورجنزم فهي يونيسيل رأي لها يعني سينجل سيل وحدة اوكي فكل البكتيريا بالغالق هي كل البكتيريا شهو سينجل سيل اوكي ولكن المايكروبكتيريا هي جزء من المايكروسكوب صح ممكن المايكروسكوب الثاني مايكونوا سينجل سيل بعض الموضوع that exists in their millions in every environment فإذا ما حكينا البكتيريا موجودة عندي مليان سواء كان باثوجن مش باثوجن بغض النظر شو ما كانت موجودة عندي inside outside على جلدنا على سطحنا على موجودة بكل نفر طبعا هدول البكتيريا في منهم هارفول ومن في منهم لا عاد يوسفل حكي أنا من اللي لازم بتشغالها بهضم الأكل اللي أنا بأكله بمعدتي هاي وظيفتها يلي هو يوسفل فهسا شو موضوعي يعتقد أوكي ما شايتوت إنه شو first organism أول organism أول كائن ظهر على هاي الأرض اللي هو على الأير مين هو كان البكتيريا باعتقدوا هذا الموضوع فهذا الموضوع كان قبل أربعة بليون سنة ليش وشو اللي أكد لهم يا بحكو لكم راح وانطريقة الحفوريات والإحجار والهدول عرفوا إنه كان موجود في عندي بكتيريا عليها موجود بحكي لكم إنه هي كانت موجودة بالأول قبل كل إشي فعلى هذا الأساس بحكي لكم برواض الفضاء هسا لما أنتم مجي يطلعوا بروحوا بطلعوا على الفضاء صح ولا لا بروحوا بشوفوا بهذا الفضاء هل فيه بكتيريا لأنه وجود البكتيريا دليل على الحياة يعني ممكن الإنسان يعيش في هذا الفضاء أوكي فإذا أهيك يعني يعطي طيب شو فيه كمال تبعتها للبكتيريا التايب مثلا التايب لو إجي تحكي لكم جرام رح تقول شي يعني جرام يعني جرام وزن لا جرام بوزد بجرام نقدف هذا التايب تبعون البكتيريا خاص يعني أنتم ما رح تسمعوا إنه في عندي بالفيروس أو في عندي بالفنقاي بالفطريات فيه إشي اسمه جرام بوزد بجرام نقدف هاي بس خاصة بمين بالبكتيريا فش يعني جرام بوزد بجرام نقدف خاصة بصبغة أنا بحطها على البكتيريا ولو انصبغت بنفس اللون تبحها فبعطيها بوزد إذا ما انصبغت بنفس اللون تغير لون فبعطيها جرام نقدف جرام على اسم العالم تبعه يلي هو عطاني هاي الصبغة فهذا الموضوع رح تاخدوه بتفصيل بزيادة بس أصبروا للمخاضرة الثانية أو الثالثة بزيادة أوكي الدزيز أعطيني مثال على أمراض بتسببها البكتيريا تسرب ثروت يلي هو التهاب الحل تيتناس الكوزاس طبعا كلياتنا أخذنا مطعم ضد الكوزاس التبركولوسيس يلي هو السل كلياتنا شفنا بباب الحارة بمسلسلات العالم كلها كانوا بيحكي عن موضوع السل أوكي فهذا هو الموضوع احنا يخلصنا تقريبا المحاضرة الأولية اللي أعطاها الدكتور وإن شاء الله تكونوا استفدتم معتكم ألس عاش اشتركوا في القناة